دكتور يوسف غرباوي نائب رئيس الجامعة للشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دكتور اهلا معنا اهلا بحضرتك معنا على قناة جامعة جنوب الوي مرحب يا فن دكتور عايزين نعرف رأي حضرتك في المؤتمر الدولي الرابع للدراسات البيئية المؤتمر الدولي الرابع للدراسات البيئية واضح من اسمه الرابع يعني سلسلة مؤتمرات وضع رقم اربعة في السلسلة دية المؤتمر السنادي 73 بحث للقاء المؤتمر السنادي فيه 38 بحث من داخل جامعة جنوب الوادي و35 بحث من خارج الجامعة برضو فيه باحثين من المملكة العربية السعودية شرفنا بتواجدهم معنا وباحثين من دولة الكويت الشقيقة المؤتمر بيغض محاور عدة يمكن اهمها الملوسات المختلفة وادارتها النقل والطاقة الغزاء والزراعة والتقنيات الحديثة التشريعات البيئية التعليم والتوعية البيئية اكتر من محور بيغضيها المؤتمر العدد الكبير من الابحاث ده باذن الله تعالى نتوصل لتوصيات قابلة للتطبيق نضعها بالفعل امام او تحت نظر المسؤولين وخصوصا حاليا توجه الدولة نحو تفعيل دور الجامعات في خدمة مجتمعها يمكن زي ما اتكلمت في اللقاء اخر تكليف من فخمط الرئيس عبدالفتاح السيسي للجامعات انشاء وحدات داخل الجامعات منوضة برصد وحل وعلاج المشكلات التي لواجهها المجتمع المحيط بالجامعة فاحنا بالفعل المؤتمر ده بداية لهذا التوجه برضو من ضمن الخضوات التي اتخذت لتفعيل هذا التكليف احنا جامعة جنوب الوادي بادرت بانشاء هذه الوحدة وحاليا في دور الاعلان عن الاولويات التي ممكن ان تدعمها الجامعة في هذا الصدد وحنا شغالين الحمد لله رب العالمين دكتور في خلال الثلاث سنوات الماضية خلال دورات المهمة هل تم تفعيل الابحاث التي تمت من خلالي؟ يعني ضمن هو دائما وابدا فخمط رئيس الجامعة لأستاذ الدكتور عباس منصور دائما وابدا يحسنا ويوجهنا الى الابحاث التطبيقية الابحاث القابلة للتطبيق الابحاث التي تخدم في اتجاه البيئة فدورات الماضية اي نعم؟ نعم كان عندنا اكتر من بحث واكتر من دراسة قابلة للتطبيق وبالفعل تم تنفيذ البعض منها وهذه الدورة؟ وهذه الدورة 73 بحث بغض مختلف محاور المؤتمر بغض مختلف الاتجاهات البيئية المختلفة أنا أتوقع بإذن الله تعالى من خلال سماعنا لما يعرض من الابحاث من داخل وخارج مصر ومن داخل وخارج الجامعة أكيد يبقى عندنا منتج قابل للتطبيق بإذن الله تعالى على الأقل في الابحاث دي لو ضلعنا بنص الابحاث دي لو أنا كنت مبالغ أو متعش وأملا أملا كبيرا نص الابحاث دي بإذن الله تعالى يكون قابل للتطبيق لكن من خلال القراءات للأبحاث التي تم تقديمها من اللجنة العلمية أبحاث جيدة أو أبحاث متميزة أو أبحاث سوف تلقى عناية ورعاية في أثناء المناقشات حتى نصل لمنتج يمكن تقديمه للمجتمع بإذن الله تعالى شكرا يا فندم ودائما مزيد من النجاحات لقناة جمعة جنوب الواعد وشبابها الواعد ودائما قناة الجامعة المشاركة في أفراح الجامعة بسعداء بوجودكم ودائما يا رب جمع الجنوب الوادي الأعلى والأعلى والأعلى شكرا يا فندم